ظهرت في الإدارة مفاهيم وتقنيات إدارية حديثة طبقت في إدارة المؤسسات الخاصة وبعض مؤسسات القطالة وفي هذه المحاضرة سوف يتم استعراض بعض هذه المفاهيم الحديثة والتطبيقاتها في مجال الإدارة التعليمية والمدرسية أول نظرية في هذه المحاضرة هي نظرية النظم في الإدارة هذه النظرية ظهرت بتصورات متأثرة بدرجة كبيرة بتقنية المعلومات الحديثة حيث قدمت هذه النظرية فرضيات حول خصائص التنظيم الإداري وعلاقاته المتشابكة وتتمحور الفروض الأساسية لنظرية النظم في مهيل أول فرض في نظرية النظم أن هناك عناصر للتنظيم هذه العناصر تتمثل بالمدخلات والعمليات والمخرقات والتغذية الراجعة ينتق عن هذه العمليات المخرقات تكون بشكل مباشر أو غير مباشر نوعا من المدخلات عن طريقة التغذية الراجعة من هنا يستطيع التنظيم أن يحقق لنفسه وجودا من خلال قدرته على الحصول على مدخلات من المجتمع المهيطة به وفي الكتاب المقرر مخطط يبين كيف يتم التعاون مع المدخلات وكيف تتفاعل هذه المدخلات بما يسمى بالعمليات وينتق عن هذه العمليات المخرقات التي تكون نوعا من ناتجا من المدخلات عن طريقة التغذية الراجعة يتكون التنظيم من مجموعة من الأنظمة الفرعية يعني كل نظام يكون تحته نظام طالما عندنا هذا فنستطيع التعامل مع هذا الهدف من خلال مفهوم النظام فقد يكون النظام الاجتماعي يمكن أن ينظر إلى النظام الاجتماعي باعتباره نظام هذا النظام الاجتماعي يتكون من أنظمة فرعية كل من ضمن هذه الأنظمة الفرعية داخل النظام الاجتماعي نظام التعليم وداخل النظام التعليم ممكن أن نتحدث عن أنظمة فرعية كأن نقول التعليم العام نظام فرعي والتعليم العالي نظام فرعي من أنظمة التعليم داخل البلد وداخل نظام التعليم العام ممكن نعتبر المرحلة الابتدائية نظام فرعي من نظام التعليم العام والمتوسط نظام فرعي من نظام التعليم العام وكذلك المرحلة الثانوية وداخل المرحلة التعليمية ممكن نتعامل مع المنهج كنظام وعلى المعلم كنظام وعلى المتعلم كنظام وكل عنصر من عناصر العملية التالية ممكن نظر إليه كنظام بمعنى أنه يتكون التنظيم المجموعة من الأنظمة الفرعية تتفاعل مع بعضها من أجل تحقيق الأهداف المنشودة فأي مخرجات من نظام التعليم الابتدائي راح تكون مدخل لنظام التعليم المرحلة المتوسطة وبالتالي ستؤثر إما سلبا أو إيجابا وكذلك مخرجات المرحلة التعليم المتوسطة ستؤثر مخرجاتها على مرحلة التعليم الثاني وبالتالي ستكون تأثيراتها إما إيجابا أو سلبا وكذلك بشكل عام مخرجات التعليم العام ممكن أن تكون مؤثرة برضو في التعليم العالي لأنها ستجكل مدخل للتعليم العالي الفرضية الرابعة أن الإنسان هو الأساس في قيام أي تنظيم يتصفون بخصائص نفسية واجتماعية متميزة وفعالة التنظيم تتأثر بنوع العلاقة بين أعضائه ويؤثر سلوكم في أداة التنظيم الإنسان هو مدخل اجتماعي والمرحلة التعليمية أو المؤسسة التعليمية مخرجاتها يروح إلى المجتمع وبالتالي هذا المجتمع يعطينا مدخلاته كمدخلات للتنظيم هذه المدخلات باعتبار أن بينها تباين وفق للظروف التي تعيشها الشخصية الإنسانية هذه الخصائص قد تكون نفسية وقد تكون اجتماعية وبالتالي التفاعل داخل التنظيم يتأثر بالخصائص النفسية للأفراد الذين نأخذهم من المجتمع وبالتالي مخرجات هذا التنظيم برضو ستؤثر في المجتمع نفسه يعني سواء كان من خلال المراحل التعليمية التي تخرج إلى سوق العمل أو من خلال الأفراد الذين لا يوصلوا للتعليم لأنه حتى بعد المرحلة الابتداء يمكن بعض الأفراد لا يوصلوا للتعليم وكذلك بعد مرحلة التعليم العام أو مراحل التعليم العام الابتدائي والمتوسط والثانوي في النقطة الخامسة أو الفرضية الخامسة لبقاءة نظيم ونموين بغي أن يكون مفتوحا على المجتمع ويتأثر بالبيئة المحيطة به ودرجة تقبله للجديد وإدراك المجتمع لمنافعه فيه هناك مخطة تبين هذا المفهوم النظام بدءا من المجتمع وصولا إلى أصغر نظام في المرحلة التعليمية هذا المخطة يشير إلى أن المجتمع يمثل النظام الشامل داخل البلد وأنه يتضمن نظام المجتمع عدة أنظمة من ضمنها نظام التربية في المجتمع فنظام التربية هو نظام فرعي من النظام الاجتماعي ونظام التعليم هو نظام فرعي من نظام التربية ونظام التعليم العام هو نظام فرعي من نظام التعليم ونظام التعليم العالي هو نظام فرعي من نظام التعليم داخل البلد والمدرسة كنظام هي نظام فرعي في إطار نظام التعليم العام وهكذا ممكن أن تصل وتقزئ أنظمة فرعية من النظام الأساسي حتى تصل إلى أصغر وحدة طالما هو عندنا هدف نستطيع أن نقول أن هذا الهدف يحتاج إلى مدخلات ولتحقيقه نحتاج إلى عمليات أو ممارسات وفي الأخير ينتج ناتيك أو مخرج معين هذا المخرج يتعاون مع المخرجات الأخرى وقد يؤثر فيها بشكل أو بآخر إذا كان المخرج محقق لمواصفات سيكون تأثير إيجابي وإذا كان هذا المخرج دون المستوى المنسوس سيؤثر بشكل سلبي موسيقى